السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله روبوتات سوف تصيبك حقا بالذهول ولن تصدق انهم ليسوا بشرة تمتاز الروبوتات الجديدة بتصميمها الذي يقارب بشكل كبير شكل البشر بالاضافة الى التقنيات المتطورة التي زودت بها لتتمكن من محاكاة سلوك البشر سواء في الصوت وطريقة الكلام او الحركة وحتى تعبيرات الوجه لتحاكي التعابير البشرية الطبيعية والان سوف نتعرف معا على اغرب هذه الروبوتات التي تشبه البشر الى حد بعيد يونج يونج نجحت الصين في انتاج روبوت نسائي اطلقت عليه اسم الحسناء الصينية يونج يونج ويرتدي الروبوت الصيني فستانا احمر وتلقى اوامره عن بعد بالريموت كنترول ويبدأ في التحرك والقيام بحركات راقصة راشيقة كما يستطيع التكلم والغناء باللغة الانجليزية وكذلك يستطيع التمييز بين الاشخاص والمواقع جيا جيا الروبوت الصيني المعروف باسم الفتاة الصينية جيا جيا جمعت بين الجمال الانساني وقدرة التعلم العميق ويمكنها تحريك شفاها وجسدها والقيام ببعض الحركات البشرية اثناء الكلام كما انها ترتدي الزي الوطني الصيني الكيمونو فلسانها الصليط وقدرتها على الكلام وفهم اللغة البشرية اثار فضول المرة في مؤتمر الروبوتات العالمي بالعاصمة بكين ليقفوا ويشاهدوا هذا الكائن الغريب وتجيب جيا جيا على المشاهدين قائلة يمكنني ان اتحدث معك ويمكنني التعرف على الوجوه كما يمكنني التعرف على نوع الجنس والسن للاشخاص الذين يقفون امامي اريكا قام العالم الياباني هيروشي اشيغورا بالعمل على مشروع الروبوت اريكا بالتعاون مع عدد من العلماء حيث قاموا بتطوير روبوت يستطيع الحديث واعطاء رد فعل من خلال وجهه وايضا يمكن للريبوت اريكا ان يضحك حيث اصبح الفارق قليلا جدا بين اريكا واي فتاة يابانية عادية وهي تعتبر من اجمل واذكر روبوتات في العالم فلديها شخصيتها المميزة فان وضعتها بغرفة مليئة بالنساء سوف تجد صعوبة كبيرة في تمييزها عن غيرها من النساء كما تم تزويد اريكا بتكنولوجيا جديدة تمكنها من التفاعل والرد على الاسئلة بطريقة سهلة وايضا اظهر تعبيرات الوجه ورد الفعل بادق التفاصيل ومنها حركة الانف البشرية اثناء الكلام وتحويل الوجه من ناحية الى اخرى اثناء الحديث صوفيا حاولت شركة صوفيا بناء روبوت اشبه كثيرا بالبشر ولدى شركة صوفيا حوالي اثنين وستين شكلا مختلفا لبناء الوجه والعنق والجلد من السيليكون ويحتوي الروبوت على كاميرات بعينيها تسمح له بالتعرف على الوجوه والاتصال بالعين ويستطيع المشاركة بالحديث عن طريق التعرف على الكلام من خلال برمجيات متقدمة جدا كما انها اعطته الوجه الانثوي للممثلة اودري هيبورن وبرغم ان الجزء الخلفية من دماغ صوفيا لم يكتمل الا انها تبدو واقعية كثيرا وفي حديث مع الروبوت صوفيا اكد على نيته الذهاب الى المدرسة مستقبلا والبدى في اعماله التجارية وتكوين اسرة الى جانب نيته في تدمير البشر ايضا ولا نعلم هل ذلك على سبيل المزاح ام انه ينوي فعل ذلك حرفيا جيمي نويد اتش اي وان قام العالم الياباني هيروشي ايشيغور مرة اخرى بتصميم وتطوير روبوت يشبهه تماما وهو روبوت اسماه جيمي نويد اتش اي وان وكما تلاحظون يصعب علينا التمييز بين ايشيغور الحقيقي وايشيغور الروبوت وقد يبدو ابتكارا مرعبا او غير عملي ولكنها قفزة كبيرة بالتأكيد في الطريقة التي نتعامل بها مع الرجال الاليين اسونا الروبوت اسونا الياباني يبدو كفتاة حقيقية تماما وقد تم عرضها لاول مرة في مهرجان العجائب الياباني وهي تستطيع ان ترمش وتغلق عيونها وتشبه الانسان الطبيعي في كل خصائصه فهي تمتلك شعرا بنيا طويلا ولديها القدرة على اباء تعبيرات جسادية متنوعة وعند زيارة احد الصحفيين لهذا المعرض صرحت بانها لم تدرك ان اسونا روبوت وانها القت عليها التحية عند دخولها معتقدة انها فتاة حقيقية هان هان روبوت بشري الي قادر على تقليد البشر الى اخصى حد وقادر على فهم تعابير وجه الشخص الذي امامه بل وقادر على القيام برد فعل سريع لذلك بحركات وجهه الطبيعية المماثلة للبشر واذا تطلب الامر فهو يبتسم ويرمش ويعبس كما يمكنه التعرف على جنسك واذا كنت سعيدا ام حزينا ويمكنه المزاح معك ايضا جيمينويد ديكي جيمينويد ديكي يعتبر اول انسان الى لا يشبه اليابانيين وهو روبوت يبدو طبيعيا جدا حتى ان بعض الناس تعتقد انه انسان يتظاهر بانه روبوت ولكنه بالفعل روبوت يتم التحكم فيه عن طريق كمبيوتر يسيطر على تحركاته وتعابير وجهه وجيمينويد ديكي قادر على تقليد حركات وتعابير وجه الشخص الذي يقف امامه بكل دقة وهو يملك ملامح وجه البروفيسور الداني ماركي هنريك شارفي واستغرق تصميمه عاما تقريبا وتكلف حوالي 200 الف دولار وفي نهاية الحلقة نقول قال المولى عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا مشاهدين الاعزاء نرجو من حضراتكم الاشتراك والضغط على علامة الجرس وكذلك الضغط على خانة ارسال جميع الاشعارات ثم حفظ حتى يصلكم منا كل جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة